مخطوطة من العصور الوسطى ولكن ما نعرفش مين كتبها ولا تكتبت لي ولكنها تكلمت عن مواضيع كتير زي علم الأحياء وعلم النبات وحتى عن علم التنجيم والكونيات وعلماء اللغة والتشفير عجزوا عن حل لغزها لكرون طويلة وبقت لغزة حقيقة ولعنة قديمة بسبب السمعة السيئة اللي انتشرت عنها وأثبتت ان مع كل اللي توصلنا له من علم حديث عجز عن حل شفرتها أو حتى فهم محتوى المخطوطة دي حنتكلم النهاردة عن مخطوطة فيونيتش وحنتعرف هل العلماء يتمكنوا في الفطرة الأخيرة من حل اللغز ولا لسه محتفظة بسرها وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول معكم رانيا مودي ودي كانت كومبراند السلام عليكم مخطوطة فيونيتش هي مخطوطة كبيرة عمرها حوالي 600 سنة ومع ان ضع منها تقريبا 28 صفحة على مر الزمان ولكنها مليانة معلومات كتير وحاول العلماء والباحثين فك شفرتها أو حتى انهم يفهموا فصل واحد بس فيها لسنين طويلة ولكن ما قدرواش يوصلوا لأي حاجة وهي بتحتوي على 6 أقسام قسم الأول علم النبات بيحتوي على 113 نوع من النباتات وكل صفحة في القسم ده بتحتوي على نبتة أو اتنين وهي عبارة عن تشكيلة من الأعشاب الغريبة حاول علماء النباتات من كل ما كان في العالم التعرف على النباتات دي ولكنهم لقوا انها غريبة عن عالمنا ومش معروفة لنا باستثناء البروكلي القسم الثاني علم الفلك بيحتوي على رسوم أقمار وشموص ومدارات فضائية كان من المستحيل رؤيتها في وقت كتبت المخطوطة دي وكمان فيها 12 تخطيط للأبروك والقسم الثالث علم الأحياء بيحتوي على نص كتير وفيه صور تشحية كتيرة من علم الأحياء والغريب ان أغلب الكائنات والرسومات كانت من النساء العاريات القسم الرابع علم الأرض بيتكون القسم ده من 6 صفحات فيها خريطة من نوع غريب فيها كزر وأشكال بركانية والخريطة بتشبه الأرض المسطح القسم الخامس علم الصيدلة بيحتوي على رموز وقوارير وأجزاء منفصلة من نبتات زي السقان والجزور وغيرها وفيه رسومات على طول الهوامش مع كتبات قليلة وفيه وصف أكتر من 100 نوع من الأعشاب كوصفات طبية والقسم السادس والأخير وهو الوصفات والنصوص الكتابية وبيعتقد أنها وصفات علاجية فهو فيه نصوص كتير قصيرة ولكن القسم ده مفوش أي رموز أو أشكال هندسية ولكن كل نص منهم متعلم جنبه من نجمة ولما حاولوا علماء اللغة فكروا موزها وتفسير اللغة المكتوبة ما أدروش واعتقدوا أن المخطوطة مكتوبة بالتشفير وبتتكون المخطوطة من 272 صفحة بأبجدية غريبة ومتوضحة بصور غريبة والمفروض أن الصور دي عشان توضح المكتوب إيه ولكنها برضو كانت صور غمضة المخطوطة فيها حوالي 37919 كلمة مكتوبة بـ 25 حرف بس ولكن من الرسومات قدروا يقسموا الكتاب للأقسام بتاعته وتكتبت المخطوطة بدقة والكلمات مكتوبة من الشمال اليمين بطريقة مرتبة من غير أي أخطاء ولا تصحيح يعني الكاتب كان عرف كويس جدا إيه اللي بيكتبه وحلل العلماء المخطوطة بالكربون المشاعة وحددوا زمن كتابتها بمنتصف الكرن الخمستاشر ما بين سنة 1404 لسنة 1438 تقريبا لكن ليه تسمت بالاسم ده؟ جت تسميتها الآخر مالك أصلي لها ويلفريد فيونيتش وهو بولندي مع جنسيتين أمريكية وبريطانية كيميائي ومؤرخ وصيدلي بيحب الأثار ومهوز بالكتب ومع أن نشأت وتدور المخطوطة بيحب بها الغموض ولكن فيه روايات عن ملكها الأولانيين اتقال أن ملكها الأول هو جورج باريس كيميائي إيطالي وعطاها الأناسيوس كريتشر عالم في اللغة وهو أبو المصريات في الكرن السبعة عشر وكان له دراسة أولية في اللغة الهيرغليفية ولكنه فشل في معرفة لغة المخطوطة أو حتى الغرض منها إيه ولكن بعد موت جورج ملكها الأول أخدها صديقه جوهنيس مارسي وهو كمان فشل في أنه يعرف عنها أي حاجة وبعد كده تقطعت أعبارها لمدة تزيد عن 200 سنة وتقال أنها في الفترة دي كانت محفوظة في مكتبة جامعة رومانو ولما احتاجت المكتبة لفلوس باعت عدد من القطب والمخطوطات الموجودة فيها وبكده وصلت لولفريد فيونيتش وده حوالي سنة 1912 ولكن مين مؤلف المخطوطة؟ من الأساطير اللي تقالت عنها إن مؤلفها هو روجر بيكون الكاتب والفيلسوف في الكرن الثلاثة عشر وإنه باعها للملك رودل في التاني ولكن فيه إشاعة تانية بتقول إن مؤلف المخطوطة هو منجم القصر جون دي والمساعد بتاعه إدوارد كايلي في الكرن الستاشر وكتبها عشان ياخد مبلغ كبير من الملك ومؤيدين النظرية دي اعتمدوا فيها على ادعاءاته بإن ملايكة من السماء خطفوه وإنه شاف عوالم وكينات عجيبة وادعى إنه بيفهم لغة الجان وخصوصا إن فيه قالوا إن اللغة المكتوب بيها المخطوطة هي لغة الجان أو لغة أحد الكينات الأديمة وإن فيها أسرار كتير عن الكون وغيبياته ولكن المخطوطة عمرها بيرجع للقرن الخامسطاشر وجون دي كان في القرن الستاشر إزاي يكون هو اللي كتبها وفيه خبراء بيقولوا إن في الأغلب المخطوطة دي عمل غير أدمي أو بمعنى أصح عمل شيطاني وده بسبب دقة الرسومات وإبداعها وثبت ألوانها وبسبب فشل كل المحاولات الفردية والجماعية في تفسير أي حرف منها فيه نظرية تانية قالت إن المخطوطة في الواقع عبارة عن خدعة متقنة ورسومتها وحرفها نوع من الرموز الاعتباطية يعني حد بيكتب ويرسم أشكال عشوائية بس زي ما قلت من شوية إن المخطوطة الكلمات مكتوبة فيها بطريقة مرتبة من غير أي أخطاء ولا تصحيح يعني الكاتب كان عارف كويس جدا إيه اللي بيكتبه ففكرة إنها تكون حاجة عشوائية صعب جدا تزدقها ومع إن العلماء توصلوا للوقت المحتمل اللي كتبت فيه لكن محتواها لسه بيشكل سر كبير وانتشر بين معظم الأعصاب إن المخطوطة دي مكتوبة بلغة الجان واللي ظهرت على خاتم في فيلم لورد оф زرينجز ملك الخواتم على إنها لغة الجان الأديمة ولكن لحد دلوقتي فيه محاولات كتير تفسير واكتشاف لغة المخطوطة في سنة 2018 أعلن عالمين كنديين في جامعة ألبلترا إنهم توصلوا الحل لغة المخطوطة وفك شفرتها عن طريق خوارزميات إحصائية بيعتقد إن درجة دكتها بتوصل لـ 97% وإنهم استخدموا برنامج خاص باللغات ودخلوا عليه نص المخطوطة وبيقولوا إنهم لقوا إن 80% من اللغة اللي في المخطوطة هي اللغة العبرية الأديمة وبيعتقدوا إن العشرين في المية الباقيين هي اللغة المالوية أو العربية وقالوا إن المخطوطة مكتوبة باللغة العبرية الأديمة وبتحتوي على حروف منها ولكنها مكتوبة بطريقة عشوائية ومش مرتبة وإن محاولة حل المخطوطة كانت الخطوة الأولى إنهم يوصلوا للغة وقدر يوصلوا لها وإن الخطوة التانية هي محاولة فكها وترجمتها وأعلنوا إنهم ترجموا 72 كلمة من قسم الأعشاب واللحوي البريطاني جيرارد شيشاير من جامعة بريستول قالوا إنه قادر يقرأ جزء من مخطوطة فيونيتش واستنتج إنها عبارة عن عرض مختصر للمعلومات حوالين خصائص الأعشاب وحمامات الشفا وبعد المعلومات الفلكية وقال إن المخطوطة من تأليف راهبات الدومينيك وإنهم جمعوها للملكة عراجون ماريا من قشطالة في منتصف القرن الخمستاشر وقال إنها مكتوبة باللغة اللاتينية الأديمة اللي مشتق منها اللغة الإيطالية والأسبانية والفرنسوية يعني دلوقتي في قالوا إنها عبرية وفي قالوا إنها من تأليف راهبات الدومينيك وإنها باللاتينية الأديمة وده معناه إنها لسه لحد دلوقتي محدش عارف فوق شفرتها أصلا وبهد الخبر اللي حاولوا قبل كده قرية المخطوطة شككوا في إمكانية قريةها أصلا ومنهم عالم الرياضيات الروسي يوري إيرلوف قال إن استحالة يكونوا ترجموا المخطوطة وإن اللي قالوا العلماء دول ليهم أهداف خفية وكلامه ده بناء على معادلات وتحليلات عملها على المخطوطة ومع مرور الوقت نالت المخطوطة سمعة سيئة فهي ظهرت في لعبة فيديو على إنها مخطوطة سحرية وكمان في روايات إنديانا جونز اللي اتحولت لعفلام لما فك إنديانا لغز مخطوطة فيونيتش واستخدمها للعصور على حجر الفيلسوف ده غير إن في إشعايات طلعت على فيونيتش نفسه بإنه كان تاجر كتب سحر ومع كل محاولات حلها لحد دلوقتي وحدش قدر يتوصل لأي ترجمة لها وكده خلص موضوعنا النهاردة عن مخطوطة فيونيتش المخطوطة الأكثر غموضاً في العالم عرفوني رأيكم في التعليقات تفتكروا مين اللي كتب المخطوطة وقال هي فعلاً بلغة الجان زي ما البعض بيعتقد ولا تكون خدع ورموزة اعتباطية زي ما البعض بيعتقد ولا تكون لغة قديمة مش معروفة ولو عايزين نتكلم عن موضوع معين اكتبوا لنا ورده في التعليقات شكراً على المشاهدة مستنيئة قراءكم في التعليقات لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي أول مرة تشوفنا عملوا سابسكرايب وفعالوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة